الأمير عبد القادري هو واحد من أبرز الشخصيات التاريخية في الجزائر ولد في عام 1808 في ولاية معسكر قاد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر وترك إرثا عظيما من الشجاعة والحكمة كان الأمير عبد القادري شخصية مميزة يتمتع بقامة متوسطة وقوام رشيق بشرته سمراء وملامحه تعكس العزة والفخرة كانت عيناه بنيتين تعبر عن الحكمة والحنكة وكان يرتدي الملابس التقليدية الجزائرية مما يضيف إلى هيبته وقيمته التاريخية كان الأمير عبد القادري رمزا للصمود والشجاعة تميز بشجاعته الفائقة في مواجهة القوات الفرنسية وقيادته الحكيمة لشعبه كان معروفا بأخلاقه العالية ويدعو دائما للسلام والتسامح حتى مع أعدائه يظل الأمير عبد القادري مثالا حيا للبطولة والشجاعة ورمزا للنضال من أجل الحرية إن إرثه لا يزال حاضرا في قلوب الشعب الجزائري اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة